المدن روبرتاج محمد ريدالعبيدي وعبد الرحيم فيلول 21 شخصا يشتبه في تورطهم في محاولة تسريب مواد الاختبارات تم توقفهم ضمنهم طلبة في تخصصات علمية وتقنيون في نظم المعلوميات وتلاميذ في معاهد للتكنولوجيا التحريات الميدانية والتقنية التي قادتها مصالح الأمن ركزت بشكل أساسي على رصد صفحات التواصل الاجتماعي والإعلانات المنشورة على الأنترنت التي تحرض أو تقوم بنشر التسريبات والأجوبة تمكنت مصالح الخارجية للشرطة القضائية بتنصيق مع مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومختبرة تحليل أثر رقمية من توقيف 21 شخص في كل من مدن طنجة أسيلة ربط سلاة مارا القنيطيرة مراكش وجدة فاس مكناس تازا وأسفي وقد كانت هذه العمليات الاستباقية من ضبط أشخاص متلبسين بإدارة صفحات تواصلية وخلق مجموعات للمراسلة الثورية على الواتساب كانت موجهة لتسهيل تسريبات وتوفير الأجوبة مقابل مبالغ مالية مهمة عمليات التفتيش مكنت من العثور بحوزة الموقوفين على معدات إلكترونية وتجهيزات معلوماتية استخدمت في تسهيل عمليات الترتيب ومن المنتظر أن يتم عرض المشتبه فيهم على السلطات القضائية فور الانتهاء من إجراء البحث الذي يجري تحت إشراف نيابة العام المختصة ترجمة نانسي قنقر